رئيس السيسي يتوافق مع نظيري الفرنسي على ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية قضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام هل يونيساف تؤكد أن غزة أكثر الأماكن خطورة في العالم وتحذر من أن الوضع في القطاع غير آمن للأطفال والنساء جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل القصف العنيف على قطاع غزة وجلسة بمجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات للقطاع المحاصر السدي سمسان بتوحيد القاهرة الرابع بتوحيد جرينيج تسرة إخبارية مفاصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تحتل القضية الفلسطينية الاهتمام الأكبر لدى الدولة المصرية باعتبارها جزء من الأمن المصري وليست مجرد قضية فلسطينية الرئيس السيسي ومنذ اليوم الأول للتصعيد الإسرائيلي وهو يسعى بشتى الطرق للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمك العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الذي أكد حرصه على توجيه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر وذكر المتحدث الرسمي وباسم الرئاسة أن الاتصال تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ونفاد المساعدات الإنسانية بالعوائق وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين اتفقا على تكتيف الجهود المشتركة ذات الصلة في هذا الشأن كما أكد أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصا على مقدرات شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمية وتوافق رئيسا كذلك على ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل دولتين وللمزيد من المتابعة نضم إلينا عبر الحاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق ست السفير يعني الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للتصعيد الإسرائيلي وهو يبزل جهود كبيرة لوقف العدوان وأيضا الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية كيف ترى ذلك في إطار الجهد المصري المبدول لوقف إطلاق النار والوساطة المصرية في إقرار هدن عجلة بقطاع غزة؟ بالنسبة حدثة لوقف إطلاق النار في الأيام القليلة الماضية مصر كانت في اتصالات مكسفة مع الإدارة الأمريكية ومع الدول الأعضاء في مجلس الأمن سواء الدول دائمة العضوية أو الدول غير دائمة العضوية من أجل الاتفاق على صياغات تحزى بإجماع جميع الدول الأعضاء في المجلس المشكور بحيث أنه يصدر عن مجلس الأمن قرار يعتس حرص المجتمع الدولي على وقف إطلاق النار وعلى الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومن المتوقع أن يتم عرض هذا المشروع على مجلس الأمن اليوم هذا بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي كانت تبزلها مصر بالتنصيق والتعاون مع قطر ومع الإدارة الأمريكية ومع حركة المقاومة الفلسطينية من أجل التوصل إلى الهدنة الإنسانية الأولى والتي استمرت لمدة أشبوع لكن إسرائيل للأسف الشديد قررت استئناف عملياتها العسكرية بعد ذلك ومصر ما زالت حك تبزل كل جهد ممكن من أجل وقف إطلاق نار دائم نعم يعني يتساءل الكثيرون يعني هناك انتهاكات إسرائيلية متواصلة ضد سكان غزة استمرار للمجازر ضد الأطفال والنساء كيف يمكن للمجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان حضرتك يعني إذا إن شاء الله صدر القرار عن مجلس الأمن اليوم كما هو من المتوقع أعتقد حضرتك أنه سيبقى فيه تحرك حضرتك ليس فقط هدنة واحدة وإنما هدن إنسانية متتالية على طريق خفض التصعيد وخفض العمليات العسكرية في قطاع غزة يعني نأمل إنه على شبوع التالت من يناير أو على نهاية يناير نكون المجتمع الدولي والدولة العربية بما في ذلك مصر نجحت في وقف هذا العدوان على قطاع غزة حينما نقرأ المشهد الحالي هل ترى في قراءتك توفق للموقف المصري مع نداءات مصر المتكررة وجهودها للعودة إلى مصار التفاوض وحل الدولتين قبل اتساع رقعة الصراع في الإقليم؟ مما لا شك في حدرتك يعني اعتبارا من منتصف الأسبوع الثاني من العدوان الإسرائيلي على غزة الموقف المصري أسرى في تغيير مواقف بعد الدول القوى الكبرى وفي مقدمتها لولايات المتحدة الأمريكية وبعد الدول الغربي ومصر كانت واضحة حضرتك منذ اليوم الأول وحددت حضرتك بلورة مجموعة من العناصر في واقع الأمر إن هذه العناصر أسبحتها اليوم هي حضرتك الحد الأدنى للمواقف الدولية سواء من حيث المطالبة بوقف الأدوان أو ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عدم توسع الحرب جغرافيا ومعارضة التهجير القصري ثم العمل على إيجاد أفق سياسي للقضية بمعنى أنه لا تنصب فقط الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإنما أيضا الجهود المجتمع الدولي يجب أن تنصب على إيجاد حل نهائي يتفق مع قرارات الشرعية الدولية بالنسبة للقضية الإنسانية نعم السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفين شكرا لك شكرا لك يوصل معبر رفع استقبال الشاحنات الإغاثية التي تدخل لدعم الأشقاء الفلسطينيين تحوي هذه الشاحنات على عدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإعاشة بالإضافة لدخول شاحنات الوقود من السولار والغاز هذا ويوصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وللمزيد معنا على الهواء مباشرة من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود انقل لنا الشورى لديك وآخر المساعدات التي تتوالى لدعم الأشقاء الفلسطينيين على مطار العريش نعم إيمان بعد التحية في ظل تدهر الأوضاع في قطاع غزة يكون الحاجة إلى المساعدات الإنسانية يكون بشكل متزايد ولهذا السبب تعمل مصر وتواصل على إصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مسارات عديدة منها مطار العريش الدولية العسكرية الذي لازال يستقبل كل الطائرات التي تأتي من الدول المختلفة لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لازالت الطائرات تهبط حتى اليوم هبطت أربع طائرات في مطار العريش نتحدث عن طائرة أردنية على متنها 13 طن من المساعدات من الملابس ومن المواد الجذائية بالإضافة إلى طائرة روسية على متنها 18 طن من المستلزمات الطبية بالإضافة إلى طائرة من كينيا على متنها 38 طن من المواد الإغاثية وأخرى من بلجيكا على متنها 52 طن من المساعدات الجذائية والأدوات الطبية بالطبع هناك مجبود كبير يقوم به الهلال الأحمر المصري من خلال تواجده سواء في مطار القاهرة من حيث فرز هذه المساعدات وأيضا وجودها في المخزن الاستراتيجي أو المركز اللوجستي الهلال الأحمر في مدينة العريش الذي يحوي على عدد كبير من المساعدات التي تأتي من هذه الدول وتأتي أيضا من مصر تمهيدا بالطبع لإيصالها إلى معبر رفح لإدخال هذه المساعدات وهذا مصار آخر ونقطة أخرى تعمل من خلالها مصر على إيصال العديد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع جزة حيث دخل اليوم من خلال معبر رفح 96 شاحنة نتحدث عن أن هذه الشاحنات تدخل من بوابة معبر رفح تتوجه إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة ليتم تفتيش هذه الشاحنات ثم دخولها إلى المنطقة المحايدة تمهيدا إلى التعاون الذي يتم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني وبالطبع بالتعاون مع الأمم المتحدة والإنروا لإيصال هذه المساعدات لقطاع جزة بالإضافة إلى أنه أصبح يوميا يتم دخول عدد من الشاحنات ست شاحنات للوقود تدخل إلى قطاع جزة نتحدث عن أربع شاحنات للسولار وشاحنتين للجاز بالإضافة أيضا إلى المجهود الكبير الذي تقدمه مصر فيما يتعلق بتقديم الخدمة العلاجية للمصابين واستقبال الجرحة والمصابين لم يتوقف معبر رفح لحظة عن استقبال الجرحة والمصابين وتقديم الدعم اللازم لهم فيما يتعلق اليوم وصل 21 مصاب عبر معبر رفح يقدم لهم الكشف أو الحجر الصحي داخل المعبر ثم يتوجهون إلى النقاط الطبية أو المستشفيات التي تم تحديدها في محافظة شمال سيناء أو حتى في محافظات القناة بالإضافة أيضا إلى استمرار توافد مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية نتحدث عن أنه أكثر من 200 وافد وصل اليوم من خلال معبر رفح بالإضافة إلى ما زالت المساعدات مستمرة لإصالها إلى معبر رفح أشكرك جزيلا من العريش محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية مراسل التلفزيون المصرية مراسل التلفزيون المصرية اليوم من مجلس الأمن على مشروع قرار لتعزيز المساعدات لغسة وكان مجلس الأمن قد أرجع التصويت على مشروع قرار جاء بعد مفاوضات استمرت أسبوعين تقريبا وتم تأجيل التصويت عدة مرات على رغم من أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقد الفيتو تمكنت من إجراء التعديلات التي طلبتها وقالت إنه يمكنها الآن دعم المقترح استشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخصة وذلك في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا وأفدت وزارة الصحة في غزة بأن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 20.057 شهيدا وأن 53.320 آخرين أصيبوا جراء العضوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للتفولة اليونيسيف تيس إنكرام إن غزة الآن تعد أكثر الأماكن خطورة في العالم مضيفة أن الوضع في قطاع غير آمن للأطفال والنساء وأكدت المتحدثة باسم اليونيسيف أن وضع الأطفال في غزة يشوء كل يوم مع ارتفاع حالات الوفاة والإصابات البالغة بينهم يوميا مشيرة إلى أن الأطفال في غزة يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والطعام والدواء ويعانون من سوء التغذية والأمراض كما دعت المنظمة الدولية إلى ضرورة مساعدة النساء والأطفال في غزة من خلال إدخال المزيد من المساعدات الفورية ووقف إطلاق النار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أجرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحقيقا بشأن مجمع الشفاء الطبي في غزة الذي وضع إسرائيل في موقف محرك وكشف تحقيق الصحيفة أن مقدمة إسرائيل من أدلة بشأن استخدام حركة حماس مجمع الشفاء الطبي مركزا للقيادة والسيطرة يفتقر إلى الواقعية ويعتبر افترع واستند تحقيق واشنطن بوست على تحليل المقاطع المرئية وصور الأقمار الاصطناعية وجميع المواد التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان البريش في وسط غزة للتحرك جنوبا على الفور مما يشير إلى محور تركيز جديد للهجوم البري الإسرائيلي يأتي هذا فيما قالت منظمة أطباء بلا حدودة إنه بعد مرور أكثر من شهرين على بدء صراعي في قطاع غزة حولت الغرات الإسرائيلية العشوائية على غزة شمال القطاع إلى كومة من الأنقاض أصيب عشرات المواطنين بحالة اختناق إترس تنشاقهم الغاز السام المسيل الدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها للمصلين في ودي الجوز المحادي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للأحداث وأبعدتهم عن المكان كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين حيث لم يتمكن سوى 12 ألف مواطن فقط من دخول المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى بمنع المصلين من الدخول لأداء صلاة الفجر أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين وعتقلت هما إضافة لاثنين آخرين خلال مواجهات اندلعت في بلدة برطعة جنوب جنين الواقعة داخل جدار الفصل والتوسع العنصري فقال رئيس بلدية برطعة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غلقها لحاجز البلد العسكري في كلا الاتجاهين يوميا من السادسة صباح من السادسة مساء وحتى الصباح وأكدان أن سكان البلد والقرى المجاورة يعيشون في ظروف قاسية ويضطرون للمشي عبر طرق جبلية وعرة بسبب إجراءات الاحتلال شارك ألف الأردنيين بكافة المناطق بالأردن في وقفات ومسيرات دعما لفلسطين ورفضا لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطينية وانطلقت مسيرة حاشدة من العاصمة الأردنية عمان دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وندد المشاركون في المسيرة بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة داعين إلى تحرك عربي ودولي فاعل لوقف العدوان ومستنكرين الصمت الدولي تجاه ما يحدث دعا المشاركون في جلسة المجلس المركزي للاتحاد الدولي للنقابات التي انعقدت في العاصمة البلجيكية بروسل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة كأولوية قصوى للمجتمع الدولي واحترام قانون الدولي في فلسطين كما دعا المشاركون الأمم المتحدة إلى الاعتراف الفوري والعاجل بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية فيها بما يتماشى مع حل الدولتين وطلبوا منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين وضع مساويا لوضع العضو الكامل وإقامة السلام عادل في منطقة الشرق الأوسط وتطبيقها للدولتين وتمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإزالت جميع المستعمرات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سحب لواء جولاني من قطاع غزة وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم كان الجيش الإسرائيلية قد أعلن مقتل جندي من لواء جولاني وإصابة أربعة في جنوب غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا أعلنت المفاوضية الأوروبية أنها اعتمدت حزمة مساعدات بقيمة 118 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية أضفت المفاوضية الأوروبية أن المساعدات ستساهم في دفع رواتب ومعاشات تقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية والعلوات الاجتماعية للعائلات المحتاجة وسادات تكاليف الحالات الطبية والإحالات إلى مستشفيات القدس الشرقية كشفت دراسة لتصنيف المرحلية المتكامل للأمن الغدائي تفابع لبرنامج الأغذية العالمية أن أكثر من ربع سكان غزة يواجهون جوعا ومجاعة كارثية وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمية ستيف ترافيلا أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات جوع كارثية في غزة أكبر بأربع مرات من إجمالي عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات جوع كارثية في جميع أنحاء العالم وضحا أن فئة عدام الأمن الغذائي الحاد والكارثي هي الفئة الأكثر خطورة قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لأغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على نوروى جوليات تومة إن الوكالة لم تدعو إلى استخدام كافة الطرق البرية والبحرية والجوية من أجل توصيل المساعدات وشددت المتحدثة باسم الأنوروى أنه حنى الوقت الوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشيرة إلى أن ربع سكان غزة يتدورون جوعا جراء الحصار وعدم توفر الإمدادات الأساسية بما في ذلك الغداء ولا يزال العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة يلقي بضلال على الاقتصاد الإسرائيلي وفي هذا السياق أكدت وزارة المالية الإسرائيلية بإعلانها تسجيل عجز في الميزانية قدره 4.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي تداعيات عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة تتواصل مع استمرار استنزاف الاقتصاد الإسرائيلي حيث كشفت وزارة المالية لدولة الاحتلال عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 16.6 مليار شكل أي ما يعادل 4.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي وزارة المالية الإسرائيلية أوضحت أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل العدوان المستمر منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة مشيرة إلى أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الـ 12 شهرا السابقة إلى 3.4% في نوفمبر الماضي من 2.6% في أكتوبر الماضي الوزارة الإسرائيلية أشارت أيضا إلى أن العجزة في عام 2023 سيرتفع إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإرادات بنسبة 15.6% في الشهر الماضي حيث يرجع ذلك جزئيا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر في الوقت نفسه بلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر الماضي 22 مليارا وتسعة ملايين شيكل بالمقارنة بمليار وسبعة ملايين شيكل في نوفمبر 2022 وفي السياق نفسه أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أن الاقتصاد نمى في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقع ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب العدوان على قطاع غزة حيث كان قد نمى الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022 إلا أنه يتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023 مما يشير إلى التأثير القوي للهجمات العسكرية الغاشمة على قطاع غزة يقدم مطعم خيري في رفح وجبات الطعام الضرورية لمئات الفلسطينيين يأتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة أن نصف سكان قطاع غزة في حالة جوع شديد لا طعام ولا ماء ولا يوجد أي شيء من مقومات الحياة هذه الحياة الصعبة التي يعيشها مئات الآلاف من الفلسطينيين جعلتهم يتكالبون على هذا المطعم الخيري الذي يقدم واجبات الطعام الضرورية لمئات الفلسطينيين في رفح أنا كل يوم باجي أخذ طبيق وباجي إحنا عم بدناس أربعة أيام يدونا هدنة يدونا خمسة أيام يدونا العمر كله خلينا نهتاح زي الناس الغارع إحنا كل يوم نشوف الناس بتنوت إحنا بتننوت زيهم إحنا نزلينا إحنا نزلينا ونهينا إحنا بدناس بالمالة العمر كله أبصر روح ملاقيش دار إلي ينتظر هؤلاء في طوابير طويلة للحصول على أي شيء يسد رمقهم منهم من يحارفه الحظ ويحصل على الحد الأدنى من الطعام الذي لا يكاد يكفي فردا واحدا ومنهم من يغادر عيناه تملأهما الدموع حسرة على نفاذ الطعام دون أن يحصل على أي شيء يسد جوعه فيعود لعائلته ويداه فارغتان هذه التكية عبارة عن ثلاثين قدر من الطعام ينتفع بها خمس مراكز إيواء بإخواننا النازحين نقدم لهم للطعام مجاني مواد الخام شهيحة نطبق على الحطب في الشقود كل مقومات الحياة عدمت يعني بشق الأنفس نتحصل على الطعام بتقديمه بأبناء شعبنا النازحين معاناة صعبة وظروف قاسية وسط أصوات المدافع والأجواء الباردة وعدم توافر الاحتياجات الأساسية وفي ظل ذلك كله يسعى المطعم حثيثا لتقديم هذه الوجبات الساخنة التي يحصل عليها العشرات بشق الأنفس مع تكدس معظم سكان القطاع في الشطر الجنوبي من غزة ومع فتح المعابر الحدودية إلى غزة ودخول مساعدات شحيحة إلى القطاع المحاصر بسبب التعنط من جانب الاحتلال الإسرائيلي أصبح نقص الغذاء مشكلة هائلة بل معركة بقاء فالأمم المتحدة أعلنت أن نصف سكان القطاع في حالة ووع شديد وأن تسعين بالمئة منهم يقضون يومهم كاملا بلا وجبات طعام منتظمة وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها روسيا تهدد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة في حالة مصادرة أصولها المجمدة بسبب الأزمة الأوكرانية نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة يجب أن تعي أن موسكو لا تتشبس بالعلاقات الدبلوماسية معها مشيرا إلى أن روسيا مستعدة للرد بالمثل على نشر الولايات المتحدة صواريخ في أوروبا ومنطقة أسيا والمحيط الهادي وأكد أن موسكو تتابع عن كثب عمليات تطوير الصواريخ الأمريكية وأنها مستعدة لاتخاذ قرارات السياسية اللازمة بسرعة للرد بالمثل أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا في محاولة جديدة للممارسة وممارسة دغوط اقتصادي على موسكو وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن أمرا تنفيذيا سيوقاه رئيس الأمريكي جو بايدن ينص على السمح للولايات المتحدة باستهداف المؤسسات المالية التي تدعم صناعة الدفاع الروسية واتخذ إجراءات صارمة ضد واردات السلع الروسية التي تأتي عبر دول المصرع بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا مع نظيره الأوكراني روستوم أوميروف تطورات الأوضاع وتعزيز إمكانات كييف العسكرية وأطلع أوستن نظيره الأوكرانية على تقدم المحرص في إطار التحالفات الدولية لتزويد كييف بالقدرات العسكرية اللازمة والتي تم إنشاؤها في إطار مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية والتخطيط لاجتماعات مستقبلية للمجموعة وصل وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إلى العاصمة الأوكرانية كييف في أول زيارة رسمية له إلى خارج البلاد منذ توليه حقيبة الخارجية وأوضح التقرير صحفية بولندية أن هذه الزيارة تهدف إلى ظهار الدعم لأوكرانيا في معجهة العملية العسكرية الروسية مشيرة إلى أن سيكورسكي سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الأوكراني ديمترو كوديبة أجرى مكتب رئيس أوكرانيا جولة أخرى من المشاورات مع ألمانيا بشأن التزامات برلين الأمنية تجاه كييف وذكرت الرئاسة الأوكرانية أنه تم عقد جولة أخرى من المشاورات مع ألمانيا بشأن إبرام اتفاق ثنائي بشأن الالتزامات الأمنية تجاه أوكرانيا وضم فريق التفاوض الأوكراني عددا من المسؤولين الأوكرانيين ومن جانبه شكرا نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا الجانب الألماني على دوره المهم في دعم بلاده أعلنت القوات البحرية الأوكرانية أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية في البحر الأسود وذكرت القوات البحرية الأوكرانية أنه توجد سفينة حربية واحدة أخرى في بحر أزوف موضحة أن روسيا تحتفظ أيض بان بأربع سفن حربية في البحر المتوسط من بينها حاملة صواريخ كاليبر على متنها ستة عشر صاروخا كما أشارت القوات الأوكرانية أن الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم يحتفظ بثمانين سفينة من مختلف الأنواع أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاطها أربع وعشرين من تمانين وعشرين طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل وأكدت أقوات الجوية الأوكرانية تدمير الطائرات المسيرة فوق مناطق من وسط وجنوب وغرب أوكرانيا فيما أشارت تقارير إلى إصابتين في العاصمة كييف أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك المجاورة الأوكرانية وذكرت الدفاع الروسي أنه تم إحباط محاولة النظام كييف لتنفيذ عمل إرهابي ضد أهداف داخل أراضي روسيا باستخدام طائرة مسيرة يذكر أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية وشبه جزيرة القرن بطائرات المسيرة والصواريخ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أن أكثر من 20 دولا ضمت إلى التحالف الذي تقوده واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات قوات الحوثي في اليمن وأضاف البنتاجون أن قوات الحوثي تهاجم الرخاء الاقتصادي للدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم مشيرا إلى أن قوات التحالف ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عادا للاستجابة وتأمين المساعدة عند الضرورة للسفر التجارية التي تعبر هذا الممر وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية سنوية تتجاوز قيمتها 112 تريليون ين بما في ذلك إنفاق قياسي جديد للدفاع على خلفية تصاعد التوتر مع الصين وكوريا الشمالية وتعتزم اليابان أيضا زيادة مخزونها من الذخائر لمواجهة السيناريو حرب طويلة وتعزيز مواردها في مجال الدفاع السايبراني والمجال الفضائي العسكري أعلن جيش ناجر في احتفال أقيم في نيامي إنجاز القوات الفرنسية انسحابها من البلاد وذلك لإنهاء وجود عسكري امتدى لعشرة أعوام وأشار مسؤولون بالجيش إلى أن ذلك الحدث يمثل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة السحل الأفريقية نضمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية شطاء تابعة لمركز دمياط ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين حيث تم توقيع كشف الطبي على المواطنين كما تم تنفيذ عدد من الندوات التطقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاق بالمجان بها أكثر من 190 نوعا من الأدوية القرية هنا دايما من القرى اللي بتشهد إقبال كبير من المواطنين لأنهم عارفين مدى جودة الخدمات الصحية اللي المريض بيحصل عليها من خلال القفلة القفلة النهاردة فيها 12 عادات خصوصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود أخصائي أو استشاري بنراجع مركز المعلومات وبنراجع قاعدة البيانات اللي موجودة عندنا في مركز المعلومات عشان نشوف آخر قفلة تمت في القرية هنا إيه فبالتالي بنبدأ نجهز لقفلة قبلها بوقت كافي وبنشوف العيادات التخصوصية اللي هنوفرها عندنا وبنشوف التخصوصات الطبية المختلفة اللي هتبقى موجودة بنشوف الفريق الطبي برضو اللي هيبقى موجود معانا جاءت النهاردة كشفت والمعاملة جميلة والمعاملة حلوة ووصفوا لعلاج وقال على عينك مية ضيضة ووصفوا لعلاج هاخد العلاجة هو المعاملة ما فيش بعد كده حاجة الحمد لله كشفنا والأمور مشى تمام ولا في حد بياخد فلوس ولا أي حاجة وفيه علاج والكشفات متنظمة وحاجة حلوة ما فيش بعد كده حاجة في الدنيا هم كواسين ما هاخدش حد أخذ مني فلوس ولا أخذ مني حاجة وكشف أزن برضو من الدكتوري برضو شاطر معي الآن مشاهدين نتابع أهم عن باقي المال والأعمال وفاتيما خليل شكرا ساحا ناجي شكرا إيمان منصور وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة تواصل الدولة جهودها في تمكين القطاع الخاص وفي إطار ذلك التقت وزيرة التعاون الدولي رمي المشاط نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولي سيرجيو بمنتا خلال زيارته مصر حيث أوضحت المشاط أن منصة حافز للدعم المالي والتقني ستفتح المزيد من الفرص للشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر تستهدف الدولة تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيدة في هذا الإطار استعرض وزير التجارة والصناعة أحمد سمير الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية بمحافظات بنسويف والبحيرة والفيوم ومستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هاتو تم تعاقد مع عشر شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبعي بقيمة 6 مليارات جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ في محافظة قنة حوالي 91% ومحافظة سهاج حوالي 65% في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1% مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات لقوة الحوثي على السفن في البحر الأحمر على الرغم من أن قرار أنجولا للاتحابة من أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى كفاءة من ثقة في دعم الأسعار ارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 1.1% لتصل إلى 80 دولار و25 سنت للبرميل كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تاكسيس الوسيط الأمريكي 1.1% لتصل إلى 74 دولار و7 سنتات للبرميل ارتفعت كذلك أسعار المزودة عالميا بنسبة 13% لتصل إلى دولارين و67 سنت للتر بانما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.5% لتسجل نحو دولارين و55 سنت لكل مليون واحدة حرارية بريطانية قال المدير التنفيذي لوكلة الطاقة الدولية فاتح في رول أن الوكلة ستعمل على ضمان أن يعطي البنك الدولي وبنوك التامية الإقليمية وغيرها من المؤسسات الأولوية لتكلفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول النامية وعلى هامش مؤتمر للطاقة في اسطنبول أضاف في رول أن استثمارات الطاقة النظيفة في دول الناشئة والنامية ثابتة منذ عام 2015 بنما زادت للمثل تقريبا على مستوى العالم هذو جاء معظم النمو من الصين والاقتصادات المتقدمة مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لكيفية إيجاد آليات للتأكد من وجود تدفق لرؤوس الأموال إلى دول النامية والناشئة أظهرت بيانات رسمية محدثة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد استقراره في الأشهر الثلاثة سبقة مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما دخل الآن في حالة ركود وقال مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي لبلاد انكمش 1% من 10% في الربع الثالث وأشار في تقديراته إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو وفقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها إيطاليا بقيمة 17 مليار و700 مليون يورو لدعم بناء وتشغيل نظام مركزي لتخزين الكهرباء بما يساهمه في تحقيق أهداف صفقة الأوروبية الخضراء من خلال تمكين دمج مصادر الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء الإيطالية ذكرت المفوضية الأوروبية أن الخطة التي قدمتها إيطاليا ستدعم بناء مرافق تخزين الكهرباء وبموجب البرنامج ستأخذ المساعدة شكل مدفوعات سنوية تغطي تكاليف الاستثمار والتشغيل لمطوري تخزين الكهرباء وفق صندوق النقد الدولي على شريحة من قرد بلغت قيمته 43 مليون دولار للكونغو في أعقاب ختام المراجعة الرابعة بموجب التسهيل الاعتماني الموسع وذكر صندوق النقد الدولي أن القرد سيساعد الكونغو الديمقراطية على تنفيذ سياستها الإنمائية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الغذاء وتقلب أسعار النفط ورفع معدل الفائدة وأكد صندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز قدرة الكونغو الديمقراطية على تحمل الديون من خلال إصلاح لدعم الوقود والتزام السلطات بمتابعة الضبط المالي في عام 2024 إلى جانب تحسين تعبئة الإرادات المحلية وتسريع الإنفاق الإنمائي وزيادة النفاقات الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الضعيفة مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لسحر وإيمال لاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطيما اختتمت فعليات الملتقى الثقافية الثامن والعشرين للدمج أطفال المناطق الحدودية وأطفال قاهرة ضمن مشروع أهل مصر والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت عنوان يهمون الإنسان استضاف الملتقى مئتي طفل من أمناء القاهرة والمحافظات للحدودية حيث تضمن عدة فعليات تنمعت ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتتقيفية إلى جانب الورش التعليمية وورش تعليم الحرف اليدوية والتراطية توجي الأهلي بالميدالية البرونزية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخها بعد فوز على أورا وراد دايمونز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب مدينة الأمير عبد الله في الفيصل الرياضية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من المسابقة المقامة في المملكة العربية السعودية أهداف الأهلي حملت توقيع كل من ياسر إبراهيم وبرسي تاو وعلي معلول ويوشيو كويزومي لعب أوراوة بالخطأ في مرمى فريقه بينما جاء هدفي الفريق الياباني عن طريق خسي كانتي وأليكساندر سكولز وبهذا الخبر الرياضي انتهت نشرة السادسة ولكن يتبقى التذكير بالعنوذي الرئيس السيسي يتوافق مع نظيره الفرنسي على ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام اليونيساف تؤكد أن غزة أكثر الأماكن خطورة في العالم وتحذر من أن الوضع في القطاع غير آمن للأطفال والنساء جيش الاحتلال الإسرائيلي ووصلوا القصف العنيف على قطاع غزة وجلسة بمجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات للقطاع المحاصر ختموا نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصرية شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة